السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخذنا الحصة لفاتة التوجيه وهو وظيفة من وظائف المدير واخذنا تعريف التوجيه وعناصر التوجيه الاتصالات والقيادة والحوافز فاحنا دلوقتي هنتكلم على تعريف القائد الفعال وهو بقية درس القيادة تعريف القائد الفعال هو الفرد الذي يلعب كل الادوار المطلوبة منه بكفاءة فهو الزعيم والقائد والمراقب وهو فعال يبقى احنا ممكن يجينا السؤال اكملي القائد الفعال هو الفرد الذي يلعب كل الادوار المطلوبة منه بنقاط فهو الزعيم والقائد ونقاط ونقاط يبقى هو الفرد اللي بيلعب كل الادوار المطلوبة منه بكفاءة هنا بنحط كلمة بكفاءة فهو الزعيم والقائد والمراقب وهو فعال يبقى دا تعريف القائد الفعال وممكن على طول يقولي القائد الفعال هو نقط فهنا نكمل التعريف على طول بعد كده هنتكلم على أنواع القيادة القيادة ستة أنواع القيادة الشخصية القيادة غير الشخصية القيادة المتسلطة أربعة القيادة الديمقراطية خمسة القيادة الأبوية ستة القيادة غير الرسمية هنتكلم أول حاجة على القيادة الشخصية تزاول عن طريق الاتصال الشخصي يعني القائد لما يبيتصل بالتابعين اتصال شخصي مثلا يعمل لهم اجتماع او يلقي لهم الاوامر بتاعته وهم في لقاء شخصي يبقى دي اسمها القيادة الشخصية اتنين القيادة غير الشخصية عن طريق وسائل غير شخصية يعني لو بعت لهم فاكس لو بعت لهم ايميل من غير ما يحصل تواصل شخصي بينهم في اجتماع او لقاء يبقى دي اسمها قيادة غير شخصية لو بعت لهم جواب كل دي لو بعت عمل لهم مقال في جورنان ده كله اتصال غير شخصي او قيادة غير شخصية رقم ثلاثة القيادة المتسلطة القائد المتسلط لا يشاور احد يبقى من تعريف القيادة المتسلطة يعني الشخص القائد مش بيشاور اي من التابعين القيادة الديمقراطية تتسم بالمشاركة غير الرسمية للجماعة في القيادة الديمقراطية بيقوم القائد باخذ مشورة التابعين يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان بياخذ مشورة الصحابة ومشورة زوجاته يبقى قيادة هنا قيادة ديمقراطية رقم خمسة القيادة الابوية تتزم بالنفوذ الابوي في العلاقات بين القائد والجماعة يعني القائد بيعامل الجماعة بتاعته على انه قبليهم وهما ابنائه يبقى دوت كمان بيتحكم فيهم كأنه هما مش بيخلفوه لانه رجل الاب الرجل الكبير دي اسمها القيادة الابوية رقم ستة واخر نوع من انواع القيادة القيادة غير الرسمية الاشخاص اللي بينتموا الى جماعات التنظيم الاجتماعي غير الرسمي احنا اهم حاجة عندنا القيادة الشخصية والغير شخصية والقيادة المتسلطة والديمقراطية والابوية بعد كده عندي تالت حاجة في التوجيه الحوافز اتكلمنا قبل كده في التوجيه على حاجتين تانين هما ايه هما الاتصالات والقيادة هناخد بأكلة حاجة في وظيفة التوجيه هي الحوافز او التحفيز اتلتين واحد تعريف التحفيز هي تلك المجهودات التي تبذلها الادارة لحس العاملين على زيادة انتاجهم يعني الادارة بتقوم بمجهود كبير علشان تجعل الموظفين او العاملين يزودوا الانتاج بتاعهم فبتعمل لهم حوافز سواء ايجابية او حوافز سلبية سواء مادية او معنوية وهنتكلم عن ده بالتفصيل اللي هي بتعمله الادارة اسمه مجهود يبقى ده المجهودات اللي بتعملها الادارة عشان العاملين يزودوا انتاجهم اسمه ايه تحفيز انواع الحوافز عندي نوعين من انواع الحوافز حوافز مادية وحوافز معنوية الحوافز المادية يا اما بتكون حوافز مادية ايجابية او حوافز مادية سلبية يعني انا لمادي العامل مكافأة تشجعية مقدرها 500 جنيه يبقى ده حافز ايه مادية ولا معنوية مادية ايجابية ولا سلبي ايجابية يبقى حافز مادية ايجابية طب لو اديته خصم من المرتب يومين يبقى ده حافز مادية ولا معنوية مادية ايجابية ولا سلبي سلبي يبقى الخصم من المرتب حافز مادية سلبي المكافأة تشجعية حافز مادية ايجابية هنروح بقى عن نوع التاني الحوافز المادية لما يعني اقرم عامل من العمال واذكر اسمه في صحيفة الشرف في المصنع يبقى ده حافز مادية ولا معنوية حافز معنوية ايجابية طب لما عنف موظف ويعني اتوعده ان المرة جاية هعمله لفت نظر ماديتوش لفت نظر لكن هقوله انت لو قررت الفعل ده هعملك المرة جاية لفت نظر وعنفته يبقى ده حافز معنوية ايجابية ولا سلبي سلبي الطالب اللي بعمله انظار بالحرمان من الامتحان يبقى انا كتبت انظار ووجهته بقى بعدته لبيته ده اسمه ايه انظار يبقى ده حافز ايه مادي ولا معنوية مادي ايجابي ايجابي ولا سلبي سلبي طب الطالب اللي بحط اسمه ايه بقول اسمه في الازاعة وابقى اشيد بمجهوده في المدرسة يبقى ده حافز معنوية ايجابي وهكذا يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا على الحوافز ودي ايه الجزء التالت من الاتصالات طبعا فيه كمان حوافز مادية ايجابية فردية للفرد وفيه حوافز مادية سلبية للفرد او للجماعة يبقى فيه حافز مادية ايجابي فردي او جماعي فيه برضو حافز مادية سلبي فردي او جماعي يعني لما عاقب شخص يبقى اسمه فردي لما عاقب مجموعة يبقى اسمه ايه جماعي وهكذا لو انا قلت لكم ما هي انواع القيادة هتقول لي فيه ستة انواع من القيادة قيادة شخصية قيادة غير شخصية قيادة متسلطة وقيادة ديمقراطية خمسة قيادة أبوية ستة قيادة غير رسمية إذكري المصطلح المناسب هي التي تتسم بالمشاركة غير الرسمية للجماعة يبقى تعرفها القيادة الديمقراطية رقم ب إذكري المصطلح المناسب النفوذ الأبوي في العلاقات بين القائد والجماعة يبقى تسمعها القيادة الأبوية اختار من بين القسين حرمان الجماعة من المكافأة التشجيعية نوع من أنواع الحوافز هل هي الحوافز المادية الإيجابية ولا المادية السلبية حرمان على طول تبقى سلبية والمكافأة تبقى أيها مادية يبقى دي حوافز مادية سلبية أتمنى يكون الفيديو عجبكم اللي مشتركش في القناة يشترك لو فيه أي سؤال عايزين تسألوه اكتبولي في الكومنتات واعملوا إعجاب للفيديو عشان يصل لأكبر عدد من الطلبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته